بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حسين لكوغلو رئيس تحرير صحيفة ياني شفق التركية يستمر في الكشف والبوح بأسرار مهمة متعلقة باعتقال الجنرال التركي سردار أتاسوي في شهر فبراير الماضي 2021 هذا الحدث الكبير والذي يفتح الباب واسعا أمام الخطر الذي لا يزال يتهدد الرئيس رجب طيب أردغان والدولة التركية حيث كان يشغل الجنرال المعتقل منصب رئيس الاستخبارات في قيادة القوات البرية التركية لا شك أن هذا الحدث الخطير له تداعيات كبيرة أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية لمتابعة هذا الموضوع ولكن في البداية أرجو أن تسجلوا إعجابكم بالفيديو وأن تشتركوا بالقناة وتفاعلوا الجرس ليصلكم كل جديد متابعين الأعزاء يقول حسين لكوغلو رئيس تحرير ياني شفق التركية الصحيفة القريبة من الحزب الحاكم وصنع القرار يقول ماذا قال أربكان عن منظمة قولن في مجلس الأمن القومي يوم 28 شباط 1997 إن تواريخ 27 مايو و12 مارس و12 أيلول و28 شباط و15 تموز ما هي إلا سوى حلقات من سلسلة الوصاية التي جثمت فوق أنفاس تركيا تم فتح الحلقة الأولى يوم 27 أبريل نيسان وتم إغلاقها يوم 15 يوليو تموز نصادف ست ذكريات للانقلابات خلال الشهور الاثني عشر من كل سنة ولقد تركنا بالأمس وراءنا الذكرى الرابعة والعشرين لانقلاب 28 شباط فبراير 1997 لقد تم الحديث عن كل شيء تقريبا فمنذ أسبوع وضحايا ذلك الانقلاب والشاهدون عليه يروون تفاصيل ما حدث سواء عبر شاشات التلفاز أو الصحف والمواقع الإخبارية من أهم وأبرز هذه الأسماء كانت تانسو تشيلر نائبة رئيس الوزراء أنذاك شهادتها وحدثها مهمان للغاية بلا شك يتابع حسين لكوغلو خلال حديث لها بالأمس مع وكالة الأناظول عرت تانسو تشيلر أحداث ذلك اليوم بكل ما فيه من خزي وعار لا يمكننا النظر إلى انقلاب 28 شباط على أنه مجرد انقلاب أو عملية تغيير للسلطة بل كان يمثل إعادة هيكلة تركيا في فترة ما بعد الحرب الباردة في ظل الظروف خيمت عليها مساء بحث عن بوصلة جديدة ولذلك لا يمكننا تقييم يوم 28 شباط بشكل منفصل عما حدث في التسعينيات يتابع لكوغلو أن جميع الأحداث التي جرت منذ وفاة تركة أزال إلى سقوط طائرة أشرف بتليس ومن اغتيال أغور ممجو حتى أحداث سواس كانت عمليات لإعادة إعمار ما بعد الحرب الباردة التي حدثت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي لقد أدت الحادثة المعروفة بسوروك لوك في نوفمبر 22 عام 96 إلى توقف مساعي البحث التي تحدثنا عنها عقب الحرب الباردة لكن الاهتمام تحول بشكل مختلف تماما لدى مجلس الأمن القومي في 28 شباط فبراير 97 حيث تعذر الوصول للصفحات المفقودة أو المخفية من التقرير الذي أعده كتل صواش بشأن حديث السوسور لوك لقد ورد ذكر اسم فتح الله جولان في ذلك التقرير وبفضل مقابل أجراها تونجاي أسجان الذي كان أنذاك يعمل في قناة دي مع جولان تم تغييب هذا التقرير بشكل كامل سيتذكر من تسعفهم ذاكرتهم أن فتح الله جولان في ذلك الوقت حول مؤسس الدغان الإعلامية إلى مجرى ماء يجري لصالحه ويوقفه متى يشاء يتابع لكغلو في ذلك الوقت الذي ظهر فيه فتح الله جولان أكثر من مرة على شاشات التلفاز والمواقع للحديث حول انقلاب ما بعد الحداثة 28 شباط لا سيام من خلال وسائل لإعلام مؤسس الدغان كنا نصادف صحفي منظمة جولان خلال المؤتمرات الصحفية وأذكر جيدا أنني سألت إحدى أولئك الصحفيين كيف يعقل أن يخرج فتح الله جولان ويتحدث بهذا الشكل أمام وسائل الإعلام في الوقت الذي استقالت فيه حكومة الرفاه والطريق القويم ويواجه حزب الرفاه خطر الإغلاق واضطهاد المحافظين وصل لأخصى حد لا أنسى أبدا جوابه حيث قال إن أربكان قد استهدفنا في اجتماع مجلس الأمن القومي واعتبر أن جولان هو الخطر الحقيقي وطالب بالتركيز على نشاطاته نتابع ما جاء من أحداث خطيرة على لسان لكوغلو يقول هذه الكلمات التي قالها أحد صحفي جولان لا تغيب عن ذهني أبدا منذ محاولة انقلاب 17-15 ديسمبر 2013 وأنا عاكف على تتبع محاضر انقلاب 18 شباط 97 هل لفت الراحل أربكان فعلا الانتباه إلى خطر فتح الله جولان يوم 18 شباط لقد اعترف الجنرال سردار أتاسوي الذي كان رئيسا للاستخبارات في قيادة القوات البرية والذي أحيل للتقاعد واعتقل فيما بعد عقب محاولة الانقلاب الفاشلة أن فتح الله جولان قد قلده تلك الرتبة بيديه في إحدى المباني التابعة للمنظمة الإرهابية في منطقة ألطون زادة بإسطنبول لا ندري إذا ما كان الراحل أربكان قد حذر بالفعل من خطورة منظمة جولان في ذلك الوقت في اجتماع مجلس الأمن القومي لكن يمكن القول أن نفهم بوضوح من اعترافات أتاسوي أنه في الوقت الذي كان فيه البعض يحاربون المتدينين بتهمة الرجعية فإن جولان كان يقلد الرتب العسكرية لأشخاص صنعوا محاولة انقلاب 15 تموز 2016 يتابع لكوغلو الاقتصاديون القتلة في حالة ذعر بينما كنا في حالة حزن على استشهاد 13 مدنيا تركيا سرعان ما تحول التركيز فجأة نحو احتياطيات البنك المركزي لنركز بشكل جيد على تصريحات الرئيس أردغان عن هذه الحملة وأهدافها يقول أردغان إن ذلك أظهر بوضوح أن هدفه تحويل اهتمام الرأي العام عن جرائم منظمة بيكاكيه بحق المدنيين الأبرياء وتقليل حدة الغضب الشعبي إزاء ذلك والحيلولة دون وضع المنظمة في موقف صعب على الساحة الدولية وإن الإفتراء الموجه ضد الصيد البيرق وزير المالية السابق وضد شخصي تؤكد ذلك يتابع لكوغلو لا أحد يجهل أو يدعي عدم رؤية الهجمات الاقتصادية التي تعرضت لها تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة فالأزمة التي لم يمكن تحقيقها بمحاولة الانقلاب تم تحقيقها من خلال الهجمات الاقتصادية بدأت أسعار الصرف التي بدأت أواخر 2018 ولا تزال مستمرة من خلال تمويل عالمي وتقارير مؤسساتية أما أزمة فيروس كورونا فقد كانت بمثابة أمل كبير بالنسبة للبعض لانهيار تركيا اقتصاديا إلا أنهم كانوا مخطئين كانت حساباتهم مصيرها البور والتلاشي حيث نجحت تركيا في التغلب على أزمة سعر الصرف وأزمة الفيروس وخرجت متعافية سليمة أقوى مما قبل ولم تحقق أي دولة من دول مجموعة العشرين أي نمو اقتصادي في ظل أزمة كورونا سوى الصين وتركيا لدرجة أن التوقعات السلبية الاعتيادية حول الاقتصاد التركي اضطرت مجبرة على مراجعة حساباتها وتعديل توقعاتها يتابع لكوغلو هذا هو السبب في عودة الاقتصاديين القتلة لحالة الجنون إنهم الآن في حالة ضعر وارتباك وغير قادرين على إنجاز المهمة التي كلفوا بها من قبل أسيادهم إنهم يشعرون بالخوف لفشالهم من ذلك يجب على أولئك الذين يطرحون الأسئلة الفارغة حول احتياطيات البنك المركزي أن يجيبوا أولا على السؤال التالي أولئك الذين يقيمون في لندن من أين عثروا على مليارات الليرة التركية حينما اشتروا مليارات الدولارات خلال ليلة واحدة فقط بذلك متابعين الأعزاء نكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى هذه المعلومات الشيقة والتي جاء بها حسين لكوغلو رئيس تحرير صحيفة ياني شفق والتي فضح فيها منظمات تعمل على الإطاحة بأردغان وأيضا على إقاف تركيا لصالح قوى خارجية متابعين الأعزاء لا تنسوا أن توافون بآرائكم واقتراحاتكم وإن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر